السلام عليكم زيكم عاملين ايه معاكم اسوأ الشريف والنهاردة انا جاي عشان اتكلم في كذا نقطة اول حاجة ان انا اطممكم علي تاني حاجة ان انا هفتفض معاكم شوية وثالث حاجة ان انا حب احكي شوية كواليس كده من حياتي ورابح حاجة ان انا احذر من حاجة وخامس حاجة ان انا ارد على السؤال تاع هل انا افكر في الانتحار ولا لا انا بقالي كتير قاعدة قدام الموبايل اجبتش الكاميرا اجبت الموبايل واحدة بقالي كتير قدامه عشان خاطر افكر اقول ولا ما قلش اصور ولا ما صورش فانا هصور هصور وربنا يسحل اولا انا الحمد لله كويسة بخير انا حد وتيش عارفة ازي صورت الفيديو التاني انا حد وتيش عارفة يعني وبصراحة يعني لو حد جاي يقولي رأيك في ايه هقولك انا ندمت ندم شديد ان انا نزلته الندمين وحيد ان انا لما نزلته انا نزلته بالليل وبعد كده عملت مكالمة شغل وبعد كده نمت صحيت لقيت الدنيا مقلوبة والناس خايفة والناس ألقانة وعمين تصلوا ويبعتوا فانا حسيت ان انا انسانة وحشة جدا ان انا كنت السبب في ان انا اسبب ازعاج وضيء وخوف للناس يعني انا 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 مين انا عشان خطرة سبب في الكلام ده فاديقتي جدا من نفس الحقيقة وانا بعتزل لكم جميعا يعني ان انا سببت لكم الكلام ده ولو في حاجة كويسة في الفيديو فهي ان انا طلعت شوية من الطاقة اللي عندي وان انا وصلتني رسائل ودعوات كتير حلوة جدا يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتكو ويجعلها من نصيبي وان انا تعرفت على الناس محترمة الناس كتيرة مكنتش بتكلمني بقى لها فترة من شغلات يعني رجلة سمعوني صوتهم فده انا سعيدة به حاجات يعني ليه برضو فوائد يعني بس انا برضو نادمان ان انا ضيقتكو كده والنقطة التانية اللي هو كشوية من الكواليس والفطفضة في نفس الوقت الفيديو طبعا ممكن يكون طويل بس انا ان شاء الله هرجع زي ازباب تاعت زمان ومقعدت حكو غزر يعني الكلام العياد ده انسوا انسوا ان شاء الله مشو يحصل تاني باذن الله فكان اكتر حاجة لفتت انتباهي من ضمن الرسائل ازاي اسماء توصل مرحلة دي يعني ازاي اسماء اللي عطول بتتحك وبتهزر وبتقلش على كل حاجة بتوصل لكده فالحقيقة ان انا عايزة اوضح فين انا وصلت كده ازاي اول حاجة انا من الناس لما بتجيلي مشكلة بقوموا اخدها كده وبشت واحد فيها ما عنديش وقت وما عنديش طاقة ان انا اقاف اواجه المشكلة ودي اكبر مشكلة انا عملتها لنفسي فاتخيلي مثلا ان انا عايشة في اوضا وكلما تخشيني مشكلة امزا نقاها تحت السرير كلما تخشيني مشكلة امزا نقاها تحت السرير لحد ما السرير اتملأ وبدأت الروائح المشاكل تطلع وانا شماها انا شماها ومش راضي ااخد خطوة فيها ان انا اخدها نضافها بقى وارجع لقضى نضيفها وجميلة لا سايباها كده وعمل اجري في حتة تانية ومش عايز ابوصلها ومش عايشوفها انا ما عنديش وقت انا لو طلعتها هفتحها نفسي فتوحها انا مش عايزاها في يوم وليلة كومبولة زر يوم فجرت في قشي هحكي لكم مشكلة من المشاكل اللي قابلتني وانا زنقتها تحت السرير انا خلفت صالحه وصالح عنده سنة تقريبا حملت في طفلة تاني وانا كنت قاعدة ساعتها في قوضة وحمام كده ومعرفش اي حد في المنطقة اللي انا فيها غير واحدة بس جارة سورية ربنا يبارك فيها يارب فوانا حامل وتقريبا في الشهر الرابع كنت قاعدة بشتغل انا بشتغل اونلاين دلوقتي فقاعدة بشتغل وجالي مغص شديد جدا فانا شغلنا ما ينفعش فيه زاريا يعني لازم اكون متواجدة على الكمبيوتر دايما فانا مش قادرة حتى قوم اشوف المغص دا او اشرب حاجة او اعمل حاجة فقاعدة سايبة للدنيا كلها تعرفة تولع مش مشكلة اسماء واللعي بس الشغل وقاعدة مكملة شغل مكملة شغل الواجع مثلا بدأ الساعة 9 بالليل الشغل كان بيخلاص 11 بالليل اول ما جات 11 بالليل امت سايبة اللاب وقايمة دخلت الحمام سورية يا جماعة يعني في الوصف لقيت كمية نزيف انا فضلت انزف 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 وحعرفة عرفة اما تحاولت ان انت تشدي نفسك كده عشان خطر قال ايه الدم ما ينزلشي لأ مفيش حاجة راضية تنفع احاول ان انا وقفه مفيش فايدة واعت على الارض من الدوخة وناديت عمر بالعافية عمر جاه شاف المنظر اتخط مش عارف يتصرف ازاي وطبعا صالح جاه هو كمان عشان يشوف فرح عمر اخده بسرعة عشان خطر ما ينفعش يشوف منظر زي كده واقعد قدام اللاب وفتح له السور بتاعته هو صغير عشان يقعد يتفرج علي يقعد قلب فيها كده فصالح انبسط يعني واندمج ودخل عمر يحاول ساعدني مفيش حاجة طبعا انا كنت عارفة خلاص يعني انا انا بفقد البابي فما عنديش مشكلة المشكلة اني مكنش قادرة تحركه ومكنش عارفة تصرف وعمر في نفس الوقت برضو عارفها انا بتكونوا في نفس المشكلة مخك بيقفل فمعرفش يتصرف ومش عارفين قوانين البلد ومش عارفين الناس بتعمل ايه في الحالة زي كده كان يوم سبت وتاني يوم الحد والسبت والحد اجازة في السويد وكان يوم احمر كان يوم احمر عشان خاطر كانت اجازة كانت في شهر اربعة كان مش فاكرة ايه عيد البوسك غالبا اللي هو عيد الفصح عندهم فالهي الدنيا كلها مقفلة فضلت بقى قاعدة في الحمام بطصفة والحد ما يعني ايه قلت خلص انا كده ما فيش دم تاني وتلعت يعني تقريبا الساعة واحدة بالليل حاولت نام الساعة ثلاثة الفجر صحيت على قلم شديد تاني وحسيت كأننا عارفة الطفل نازل انا حسيت بالطفل هو نازل يعني كل ده كان نزيف انما الطفل نزل في الساعة ثلاثة الفجرية فناديت عمر وخلته يشيله يعني يحطه في كيس لشان نشوف هنعمل فيه ايه مش عارفة هعمل ايه ودخلت كملت حاولت نامي يعني الحد الصبحية وانا قاعدة نامي كده كان كلي احلام بها لانا ايه انا ممكن اكون حامل في توقم والطفل نزل والطفل تاني لسه عايش يعني بيقاوم والله ممكن بقا وقعدت ايه اقولي العمر كده وعمل يقولي اه صح ممكن اللي هو ايه انا ماني نضحك على بعض يعني فالساعة جت ساعة سبعة ونص الصبحية تقريبا او لا ساعة ساعة تقريبا اتصلت بقى بجرتي يعني قلت بقى انا مش عايزة ازعجها كل ده بس يعني نفيش حال سمعيك وزيك يا يا موزيد عاملة ايه حصل كذا كذا وانا مش عارفة تصرف صوتتلي في تلفون ده هدلتني انت ازاي زاكت على نفس الكل ده لازم تتصل بالاسعاف فورا ودتنا الرقم تصلنا بالاسعاف بعد نص ساعة تلفون يعمل تحقيق مع عمر ازاي الكلام ده حصل وامتى وفين والكلام ده وهي جات لي ربنا يكرمها على طول قعدت حاول تتغير معي الملاية عشان خاطر الدنيا كانت كلها دم وانا اصلا كنت نايمة على الارض وصالح نايم فوق على الكنبة وبعد نص ساعة من التحقيقات الاسعاف في جم فالرجل بيقول لي انتي بتنزيفي كلها دي ايه فانا قلت له انا ما اعرفش قال لي يعني بتغير الفوتو الصحية كلها دي فانا بقول له كل ساعتين اللي هم اضرب اي رقم راح تقول لي لا كل نص ساعة فكتب عنده فأم لا تغمزني كده لو قلت له كل ساعتين هيقول له ادي كويس او مش هيعبروك وانتي لازم تروحي المستشفى وحد يساعدك فالت لهم كل نص ساعة وقعدوا كتبوا البيانات عندهم وبعدين بعد تحقيق واستفسارات وكده قرروا هم ينقلوني المستشفى واخدوني لوحدي مرضوش ياخدوا معايا عمر ولا صالح فانا رايحة لوحدي كده بالازدهل وكان كان لحظات وحشة او بصراحة ان انا مش عارفة هيودوني فين ولا عارفة هتصرف ازاي ولا عارفة لغتهم في بعضهم بيتكلموا انجليزي وبعضهم لأ فهم ودوني المستشفى وعمر عارف المستشفى فين وجالي بعد منها ربنا يكرموا يا رب وقعدت كام ساعة كده وبعدين هم اصلا ما بيعملوش اي حاجة يعني ريتني وكنت روحت ولا اي حاجة خالص وقالولي انتي بعد اسبوعين بيتعالي نعمل كشف دوري لو لقينا في اي مشكلة اني بقى نتصرف ورجعت البيت تقريبا الساعة 4 العصر وبدأت شغل فور فاللي هو ايه عارفة دخلت في الدوامة ومش عايز افكر فيها اتواجعت اتواجعت ان انا كنت الوحدي انا وعمر ومش عارفين اتصرف وان انا وقعت في الحمام وكنت ممكن اموت ومفيش حد يعني ايه وانتي راجع من المستشفى يعملك فرخاية كده فرخة بلدي كده مش عارفة حلوة مفيش طبعا هم يعني امي وحماتي ربنا يكرموا وهم اتصلوا بيا وكده بس كلامهم يعني محدش حاسس باللي انت حاس فيه دلوقتي وحميدي ربنا ان انت كويسة وربنا يخليك لصالح وربنا هيعوضك يا جماعة انا مزعلنة على الطفل انا زعلنة على الوضع اللي احنا فيه لحد ما فاطمة اختي ربنا هيبرج فيها كلمتني وقيتلي اسماء مبروك سبقك عجلنا وقعدت تذكرني بفضل وسواب اللي هو الاهل اللي يموت لهم الطفل فانا قلتلها بس ده يعني كان لسه صغير حتى لسه متولدتش قلتلي مش نفيخ فيه الروح قلتلها اه راحت قلتلي خلاص يبقى سبقك الى الجنة ففرحت جدا ساعتها ونسيت كل حاجة وكملت حياتي وبعدين كنت بكرأ تقرير عن موضوع السترامة بتسقط يعني بيكون اصعب عليها من لحظة الولادة وانه هي بتعالي نفسيا معاناة يعني عديني الموضوع كان صعب وانا استغربت ايدها هو انا فعلا حصلي الكلام ده ولا انا بستها بالله اذا التقرير ده بيأفور بس لما برجع بالذكريات لا انا غلطت ان انا ما فكرتش ازاي اطلع من الموضوع ده وامتركنات احت السرير فضل حازز في نفسي الموقف ده ولما بفكره يعني فعلا بعيد ولما بشوف صور اليوم ده بتأثر طبعا حد ممكن دلوقتي يفكر يقول الهابت ده طبما هو في مليون وحدة متلها طفل يعني سقطت في طفل يعني انتي مش اول وحدة انا فعلا مش اول وحدة ولا هكون اخر وحدة وفي ناس تعرضت لحاجات اصعب منه وفي ناس ميتت بسبب الموضوع ده ولكن الفكرة ان البلاء ليس بشكله ولكن باثره باثره على النفس فلما في المثل قالوا ارحموا عزيزة قوم من زل لأ انت خيالوا واحد كان متعود ينام على الحرير ووريش النعام وفجأة صروف اضطراته انه هو ينام على سرير بمرتمة متنجدة نظيفة كده فضهروا واجههم متهيق وحازز بالانكسار فيجي حد يقوله يا ابنهم انا لا ايد انا بنام على حصيرة ويبتدي ينتقد ان هو ازاي مش عاقبه ان هو نام على المرتبة دي مع ان انا مش لاقي المرتبة دي وهو انت ما شفتش هو كان فين وبقى فين ده مش ابتلاق ولا لأ ابتلاق بالنسبة له لما انا اقول مثلا في مصر وما كنت في تركيا كان بيتي دايما مفتوح وعلى طول بقابل الناس ما بعرفش عايش من غير ناس بيتي ده كان عامزة دوار العمدة وفجأة انتقل لمكان ما فيهوش اصلا حد وما معرفش اي حد والجو سخيف وكل حاجة سخيفة ابتلاق ده ما اقول مش ابتلاق البعض لما بيشوف ان انا في السويد وان انا في بلد اوروبية ومثلا هو يكون في بلد حالتها صعبة فيبسيدي يقول انا لو انا كنت مكان اسماء ده لو كنت خربت الدنيا ده انا كنت طرت من زي السعادة هو بيظن انه لو وصل حاجة فلانية هيبقى خلاص صعيد وزي ما انا بظن ان انا لو قابلت امي ولا قابلت ابي ولا رحت زورة مصر ولا رحت زورة صحابي هبقى احسن واحدة وممكن مبقاش احسن واحدة فدايما احنا بنعلق اخطأنا او شماعتنا على الظروف ونقول اه لو انا عملت كذا هبقى كذا انا برضو كنت بعمل كذا انا كنت بعمل درمي المشاكل تحت السرير زي ما قلتنا وافضل اقول هيجي اليوم اللي انا هعمل فيه كذا فهبقى كويسة هيجي اليوم اللي انا عمل فيه كذا فهبقى كويسة واحيانا بتيجي اليوم اللي انا بقول عليه واحيانا ما بيجيش وبرضو في الاخر ما بتحسنش فالموضوع بيجي يعني هو ضغط نفسي اولا وبعد كده الهرمونات عليها عامل يعني الستات بيكون لها أكثر عرضة للموضوع ده بسبب لقبط الهرمونات عندها وتالت حاجة طبعاً أنتو عارفين نقص فيتامين دالي يعني بيعمل مشاكل كتير وأي واحدة ستة عندها بتعايت على طول بدون سبب أو متدايق على طول فوراً تروح تكشف على فيتامين دال ولو أخدته وما تحسنتش لازم تروح تكشف عن الطبيب طب أنا إيه اللي خلاني أحس إن أنا عندك تئاب أو أشك في الموضوع ده أنا كنت بتفرج مرة على اليوتيوب وشفت قدراً في فيديو لدكتور محمد عصام صاحب كناته الدكتور كان بيكلم إزاي تعرف إن أنت عندك اكتئاب أو ألا فهو بيقول لك إن الإنسان ده عام زي الكرسي كده ليه أربع رجول لو رجل منهم سقطت فالكرسي مش هيتتزم فأنت شوف العلامات دي لو عندك فيها واحدة أنا أصلاً فأنت حياتك مش هتبقى متزم فقال أربع علامات أو الأربع دلائل ففجأت إن أنا تلاتة منهم مش عندي أنا عنديش غرجي حتى كتبت له تحت الفيديو قلت له ده أنا الكرسي بتاعي ناقص ثلاث رجول يا دكتور وبعدين بيحكي في الحلقة اللي هو العلامات اللي بيكون عليها المكتئب فلاقيت إن معظم العلامات عندي طب أنا أخد خطوة ما أخدتش خطوة برضو اللي هو إيه أنا هتحسن وهبقى كويسة المشكلة بقى إن أنا اكتشفت بعد ما الموضوع ده حصل إن الاجتئب ده أصلاً مش بقدينا ولا حد يقولي بقى إيه بقعد عن ربنا ولا حسد ولا الكلام ده كله في عوامل آه بس الاجتئب لما بييجي سواء بقى المسلم ولا الكافر هو بيبوص كيميا المخ المخ مش بيقى طبيعي فتلاقيك مش بتفكري بشكل طبيعي زي زمان وبتتصرفي بتصرفات مش طبيعية فمثلاً أنا لها وحتصديقتي ربنا يكرمها يا رب ويبارك فيها من الناس اللي ساعدتني كتير وغير ما هي تاخد بالها هي كانت مرة بعثتلي إن أخوها توفى وبعدين أنا ما كنتش أعرف حاجة عن أخوها فلما شافت الفيديو بتاعي فبعتتلي بقى تفوسيقيتلي أسماء أنا عايز أحكي لك حاجة أنا أخويا ما توفىش طبيعي أخويا امتحر هو كان بيعاني من اكتئب شديد وكان بيقول دايما إنه هو مكتئب وكده وهو طبيب ومع ذلك فكنا نعود نقول له أو أهله يعودوا يقولوله يا ابني إزاي ده أنت طبيب يعني هو إيه إجمت كده مفروض تبقى ناشف أنت لا تساعد الآخرين وكأن هو عشان طبيب وعشان بيساعد الآخرين لازم هو كمان يبقى كويس الموضوع تطور عنده تطور بشكل بشع ما فيش أي علاج نفع معاه لحد ما قرر أنه ينهي حياته يمتحر وبالمناسبة ديت أما بتيجي واحدة تقول لزوجها إن أنا فعلا متضايقة ويجي هو يسخر منها الموضوع ده بيزيد عليها الألم ولما تحس إن هو مش حاسس بيها يعني مثلا واحدة كتبالي في التعليقات أنا بقول لزوجي أنا متضايقة فيقولي أنت متضايقة من إيه فقوله مش عارفة هي فعلا مش عارفة ما أنا مش عارفة أنا متضايقة من إيه هي ترقمات على بعضها جات انفجرت في وشي مش عارفة أمسك حاجة معينة أوه هي ديت السبق فهي بتقوله مش عارفة لا طب لما أنت مش عارفة هي بقى ما فيش حاجة ورح سيبها وماشا فهي حاسة ده مش مهتم بي فأنا يعني كمية الرسائل والتعليقات اللي جات لي من ستات أنا مش بتحيز والله والرجال عندهم نفس المشاكل بس أقصد إن الستات بتبقى ضعيفة وكسرها أسهل وإصلاحها برضو سهل فأما تيجي الستة تقولك أنا متعبانة وإنت تتجاهل الموضوع ده فدي مشكلة كبيرة جدا وإنت هتشلزن بقى لو حصلها حاجة وخصوصا إن مريض الاكتئاب ده لهو فعلا مريض والجسم مش مزبوط من جوه وسبب نفسه ربنا يعافينا بيوصل إن هو بيعمل حركات هو مش مدرك هو بيعمل إيه وحتى البنت دي بتحكيلي إن هي استشارة طبيب أخصائية نفسية بعد ما أخوها توفى فقيت لها إن إحنا عندنا حالات كتير جدا لمرضى حاولوا الانتحار ومعرفوش ينتحروا ما متوش يعني ويجوهم عشان نعالجهم وإحنا بنقولهم إن انتم انتحرتوا هم مش مصدقين إنهم ما انتحروا هم لا مش فاكرين حاجة زي كده إحنا ما عملناش حاجة زي كده فبدي نوصل لمرحة المكتائب ده بيوصل لمرحة إن هو بيعمل حاجات غلط وهو مش عارف هو عمل كده لي أو هو هو عمل كده فعلا أو لا هو أصلا مش متخالي إن هو يعمل حاجة زي كده والأخ ده اللي هو توفى ربنا يا رحمه يا ربي وتقبله كانت أخته بتقول لي كان بيعمل حاجات غلط فتيجي موقف تقول له يا ابني انت بتعمل كده ليه يقول لها مش عارف يعني أول مبرتك تقول لك أنا مش عارفة انت مفروض تخاف انت مفروض تخاف وتقلق وما يفعش تسيبها أبدا لأن لو سبتها كل ما بتسيبها كل ما موضوع بيتطور والعلاج بيكون أصعب فأرجوك بالله عليكم رفقا رفقا بزوجاتك ورفقا يعني ببناتك أنا رسالة تيجي بتبكي والله العظيم بتبكي والمشكلة إن إحنا مجتمع بطبعه بنربط كل حاجة بالدين فتيجي واحدة تشتيك الأهلاف يقول لها اتقي الله أمي صلي أمي أتودي ركتين وصلني أوكي الصلاة غزاء الروح ما فيش مشكلة بس لما يكون فيه عضب في الجسم وخلل في الهرمونات الصلاة لوحدها أو الدعاء لوحده ما بيكفيش لازم تغذي بالأسباب وتروحي وتشوفي إيه المشكلة فالأهل يعودوا بقى ينهروا بناتهم أو ينهروا أولادهم اتقي الله أمي صلي أمي دي ربنا أمي مش عارفة إيه فهو بيحس أصلا هو مش متقبل ويمكن يعني فيه واحدة صاحبتنا مشهورة من فترة طويلة كده من بعد الثورة يناير انتحرت هي انتحرت لأنها كانت مريدة اكتئاب والحوالين منها ما كانوش فاهمينها وكانوا ضغطين عليها وأنا واثقة إن هي ما كانتش في كامل وعيوية بتعمل الحركة دي لأن قد إيه الموضوع بيبقى مقلم للنفس جدا ومقلم للحوالين منه فإنت لو إنت في وحيك استحالة تقلم نفسك بالشكل ده إلا لو الألم فعلا كبير جدا ومسيطر عليك وهو اللي بيحرقك فإنت عشان تخلص من الألم ده مستعد تعمل ألم تاني قبشع منه بس أخلص وأنتحي وعشان كده الدكتورة لما قلت لكم في الأول أنا روحت لها وبقول لها أنا أنا مليش رغبة في أعمل حاجة ومش أقدر أعمل حاجة ستكت مرعوبة وخايفة وعملت بص لي بقالأ إن أنا إنت بيتفكرت أنت حري إيه فأقلت لها لأ طب لو فكرت أي فكرة في كده لو روضتك فورا فورا ما تستنيش وانزلي فورا وتعالي هي عارفة إن الموضوع ما فيهش ظهر وإن لو الإنسان وصل للمرحلة دي ربنا يا عافيكو يا رب ما بيقدرش يرجع وما بيكونش مدرك هو بيعمل إيه أنا من الحاجات كمان الغلط اللي كنت بعملها إن إحنا كنستات قتربنا في مصر على إن الستة أو الأم ده هي رمز العطاء هي شمعة تحترق للآخرين دايماً الآخرين مقدمين على نفسها مع إن ده غلط جداً إنت لو إنت أصلاً بتحترقي ومش قادرة تراعي نفسك إنت هتراعي لتحت منك إزاي فحتى في مثال الطائرة عما بيجي يقولك إيه لو حصل اضراب جوي المسكات بتنزل من الهواء ربوطي نفسك المسكة الأول بعد كده ابنك تخيلي ابنك إزاي ده أنا ابني الأول بيقولك لازم إنتي الأول تحتابي بنفسك وبعد كده ابنك لأن إنتي ممكن أصلاً عشان خاطر القيه تشوفي ابنك تخسري نفسك وابنك فهي الديني كانت إنتي نازم تحتابي بنفسك الأول ثم الآخرين وعشان كده يمكن هقول حاجة أنا زعلانة من نفسي فيها بس مع الأسف هي دي الحقيقة أنا أكتر حاجة كتبتديقني عما حد يقولي شدي حيلك يا أسماء عشان خاطر بيتك وعيالك كتبت أكتر حاجة بديقني لأن مختصار شديد أنا والله العظيم أمري ما بسط لحد ولا بسط لرزق حد ولا شفت حد مبسوط وقلت شمعنا هو أو حد معاه عربية شمعنا هو والكلام ده كله الحمد لله يا ربا يعني علمتوا أن رزقي لني أخذه وغيري فأطمأنه قلبي ولكن أنا وصلت لمرحلة لأن أنا خلاص مش قادرة استحمل المسئولية وما عنديش حد يشيل معايا يعني هو عمر موجود ربنا يكرمه بس ما عنديش حد ياربنا عليه هو برضو عمر مش قادر يعني هو برضو مضغوط في حتة أن أنت عايزة مثلا تسيلي ولادك لأمك ساعتين وتروحي تشمي هوا أو تفصلي من المسئولية وتعود تفكري بتركيز أنا ممكن أعمل إيه فالرفاهية دي مش عندي الموضوع ده حملي أزمة درجة أن أنا عما كان حد يقول لي شدي حليك عشان ولادك أو تعالجي عشان ولادك فأنا هتعالج عشان خاطر الأولاد اللي هم مسببين لي الأزمة النفسية دي فلا أنا مش عايزة أتعالج بقى مش عايزة أتعالج لأن أنا هروح لنفس الموال تاني وخلاص بقى وصايبة نفسي كده عندما في نفسي فده طبعا فقدان للأمل مش كويس أبداً اللي أنا عملته مش كويس فلحد ما البنت ديت اللي هي أخوها توفقت لي أسماء اتعالجي عشان نفسك مش عشان حد تاني ما تفكرش في أي حد تاني حد تحسس أن حد بيقولك ما تفكرش في حد تاني أيوة ما تفكرش في حد تاني خليك أنا نية عرفها ريحيتك شوية آه لا أنا فعلاً لو فكرت في نفسي إيه ده ما عنديش حد مسؤول عنه يعني خلاص يعني ما عودش شلق ما شيرش هم العيال وأبوهم والبيت وكده بتحس أن أنت خفيت كتير خفيت كتير رغب أن ما فيش أي حاجة أصرت هو مجرد تفكير يعني أنا فترة من الفترات عمالة مكسوفة من نفسي لأنك شوية أقول عمر أنا تعبانة أنا تعبانة مش قادرة أنا تعبانة مش قادرة بالك مفيش مش عارفة معرفش أنا تعبانة أنا تعبانة مش قادرة تنفس مش قادرة أفكر مش قادرة أخرج مش قادرة زكر مش قادرة عمل حياة زهقت أنا زهقت من كترة ما أنا حمالة أقول أنا تعبانة بقيت مكسوفة من نفسي وده غلط برضو ان انا حاسة ان انا ما ينفعش ان انا اقول حاجة زي كده لا قولي قولي وعبري عن نفسك يعني لو انت مش هتعبري لا اقرب الناس نيك هتعبري المين فانا قررت ان انا هتعالج عشان خطر نفسي عشان خطر اسماء عشان تقوم على رجلها كويس وتاخد بقى قبلها من ولادها ومن بيتها وقالها وترجع زي الفل انا كنت بقولك وانا ما ببصش لحد لان انا الفترة الاخيرة ديت حصل موقفين ورا بعض وزعلتي جدا وعد صاحبتي بتقولي ان هي ابنها ودته مصر وهيقعد شهر هناك عشان خطر جدد البسبور عشان مصر اسرع يعني وان هي زعلانة ووحشها فانا من جواه بقولي ايه يعني اللهم غبطة يعني انا كمان نفسي ان انا ابعت ولادي مصر واعرف ان انا اقعد لوحدة شوية افكر وبعد كده يوميها بالليل واحدة يعني ما عرفاش قوي يعني بس اتعرفنا عن طريق صديقة بتحكيلي ان هي نزلت مصر وثبت ولادها وكان ولادها طول النهار بيصهروا مع ولاد عمامهم وما كانتش بتشوفهم وكانت مبسوقة وما رجعوا السوية تاني زعلوا جدا ان هما اسهبوا مصر وان هما نفسهم يرجعوا عشان خطر حبوا المكان هناك والجو وجو والأسرة فلقيت والله ما شاء الله اللي قلت اللي بالله اذا هو هيجي اليوم لا لا هسيب ولادي فيهم مع ولاد عموهم ولولا ادخلتهم ويرحبوا مع بعض واروح انا اشرب شاي مع اختي ولا مع معمي ولا مع اصحابي ممكن ييجي اليوم ده والله العظيمة حسدتهم والله العظيمة حسدتهم هي غبطة يعني هي غبطة في القلب ان اتمنتها الغبطة هو ان تشوفي حاجة حلوة عند حد فتتمني ولا تتمني زواله من عند الحد ده الحسد ان انا اتمنيه واتمنى زواله من عندها وانا والله ما تمنيت هذا الشيء ابدا وربنا يبريك لهم يا رب فأولادهم وكل حاجة فشوفتي من كترة ضغط وصلت لايه وبعد بقى ما فكرت التفكير ده عدت اقول نفسي اسماء انت اللي حصلك انت بقيت وحشة ولا ايه التفاهدي مع ان حق طبيعي اللي انا فيه وتفكير طبيعي جدا اللي انا فيه فا يعني سبحان الله يعني فانا عندي امل بوز برجع تاني اقول عندي امل بقول لي انا عندي امل لان انا اولا اشكركم جدا على كل رسيلك والناس اللي بعتولي عشان خطر يدعموني ولكن انا فعلا مش هقدر اتكلم مع حد يعرفني لان هي الموضوع مش عشان خطر اسماء بقدر ما هو عشان خطر انت اه public figure فاي حاجة ممكن تتناقل او انا عارفة ان الطبيبي بقى عنده واجب كتمان السر بس انا مش هبقى مستريحة مش هقدر ياخد راحتي في الكلام وخصوصا انا اكيد مش هتكلم عن نفسي بس انا هتكلم عن كذا حاجة سواء بتخصني او بتخص غيري او بتخص حد حوالين مني فبيكون صعب فعشان هو ده اللي كده ماخرني لحد ده وقت ان انا استشير طبيب نفسي ان انا عايزة ان انا اخد راحتي في الكلام وما يكونش حد عارف فانا ناوية يعني ناوية وان شاء الله وانية لله وهشوف موقع زي شزلون كده حاول انا اتواصل معاهم وحتى بالنسبة للفيتامين ده لانا وكنش قادرة خلص انزل روح الصيدلية اصرفه انا لازم اصرفه بالبطاقة فمنفعش حد يروح يجبه لي فعملت ايه طلبت اونلاين يعني دخلت على موقع الصيدلية وطلبت ان هو يجي لحد البيت والحد دوقتي ما جاليش هو جاتي رسالها النهاردة ان هو خلاص طلع من عندهم فلسه ممكن خلال يجي يا بكرة يا بعض ان شاء الله اتمنى يعني يجي بسرعة ولو اخدته اتمنى برضه ان هو الدنيا تتعدل وحقيقة انا حسن انا هتحسن لو انا سفرت من السويد يعني انا فعلا انا عارفة نفسي عارفين عارفين نظريت ان فيه اماكن بتحبنا وبنحبها وفيه اماكن بتحبنا شو ما بنحبهاش كنت بتستغربوا لما بعض اقول انا بحب تركيا انا من تركيا من اول يوم دخلت له فيه وانا بحبها انا لفت كذا مكان بس فيه اماكن بتشدك لها غزبا عنك وتلاقي قلبك تعلق بيها تركيا من اماكن دي يمكن عشان انا بعرف لغتها يمكن فيها حاجة سبيشيال يمكن حاجة تانية انا مش عارفة الاحساس دي محستوش في السويد خالص ولا من اول يوم ولا النهاردة ولا اي حاجة انا حاسة ان انا فقد فقدة شيء هنا في السويد انا مش عارفة ايه هو وحاسة ان انا لو سفرت هتحسن محدش يقولي سفري انا عارفة ان انا لو سفرت هتحسن محدش يقولي سفري الموضوع مس سهل خالص مع الاسف سواء من ناحية الفيز او من ناحية المصاريف او من ناحية التوقيطات فيعني انا عايزة فلما يشاء ربنا ان شاء الله هعملها بإذن الله ونوية لما سافر هعمل لكم في لجات جمدة جدا وهصور لكم حاجات حلوة وهشارككم معايا كل اللحظة بإذن الله يعني ايش هقولوا بعد واناكدت عليكم واسبكم كده انا قمت صورت الفيديو والله مخصوص عشان الناس اللي عملت تبعات رسائل لحد النهار دو عايزة تطمنوا وانا فعلا مش قادر ردها رسائل خالص يعني رسائل كتير جدا وانا معنديش طاقة يمكن انا دروقتي حسنت اتحسنت كتير وادر اتكلم وادحك وهزر انا فعلا بجد متعة لما بعد اتكلم معاكو عن طريق الفيديو وانا كنت دخلت في الحالة دي اصلا اول ما وصلت سويدا ما حكيت لكم فيديو صورة البقرة كنت فعلا يعني وصلت المعايات انا بتكلمش خالص وعدم منقطعها عن العالم ويمكن الحمد لله تحسنت شوية جدا بعد صورة البقرة وبعد كده لما عملت رجيم كرطاي وبعد كده لما عملت اليوتيوب بدأت اتكلم معاكو من خلاله فكل الحاجات دي تحسنوني نموت كتير فانا مش الناس اللي بتقولي انت تحسنتي بسبب الفيديوهات مش مقتنع بالموضوع ده خالص بصراحة وخصوصا الحمد لله يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر يقرأ صورة البقرة اوكي ممكن تقع منه ايام ممكن تقع منه الاسكار بس بيحاول على قد ما يقدر يقتهد انا عارفها طولت عليكم كتير جدا وانا ذات نفسي تعبت من الكلام ولكن عشان خطر ما حدش عيد وزيد النفس فقلت كل حاجة في نفس الفيديو واللي مهتم اكيد هيعندي يسمع اللي مش مهتم هيقفل الفيديو انا حتى انا لسه مكسوفة انه نبص للكاميرا بصراحة لحد دلوقتي فاعذروني مش عارفة ليه مكسوفة والله فالحد ما اصور فيديو جديد كده حلو كده وجامد القوكم ان شاء الله على خير كنت معكم اسماء الشريف السلام عليكم